أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنه لا مرأة تلك آيات الختاب الحجيم أكان من الناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر للناس أن أنذر للناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساعر إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سيارة ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شخشع إلا من بعد إذن ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم ما يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكون هو الذي جعل الشمس غياءاً والقمر نوراً وقدره منازلاً وقدره منازلاً لتعلم عذاب السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل ومن النهار وما خلق ومن النهار ومن النهار والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن إن الذين لا يرجون نقاء وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين ومن النهار ومن النهار وعمل الصالحات يهديهم ربه ومن النهار ومن النهار نهار ومن النهار ومن النهار ومن النهار ومن النهار ومن النهار ومن النهار بالخير للخير لردوا إليه أجلوا فنذروا الذين لا يرجون نقاء في غيانهم يعمعون وإذا مس الإنسان إنسان الضرد عالجا به أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر وهو مر وكأن لم يدعنا إلى ضر ممسة كذلك زلين المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا الغرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لنظر وكيف تعملون وإذا كتلا عليهم آيات آبينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتلق قرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأتلق قرآن غير هذا أو بدله قل ما يرجون لي أن يبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاه إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أذراكم بهم فقد لجزت فيكم عرورا من قبله أفلا تعقلون فمن أغلق يوم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياتها إنه لا يفرح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يغرضهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرشون وما كان الناس إلا أهمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضربة مستهم إذا لهم مكرم في آياتنا قل الله أسرع مكرم إن أرسلنا يكتبون ما تهدون هو الذي يسيعهم في البل والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفريح بها جاءتها ريح جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيطيهم دعوا الله مخدصين له الدين لئن أنجيتنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا منك أجلك تغنب الأمس كذلك الفصل الآياء لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدرا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصمه كأنما أغشيت وجوههم خطعا ومن من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين أشرشوا مكانكم أن أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى من الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافرين هناك تبروا كل نفس ما أستفد وردوا إلى الله مغلاه الحر وضل عنهم ما كانوا يفتغون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقنون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربهم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقا كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن ماتوا فكون فأنا تتقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكم وما يتبع أكثر إلا أن إن الله لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يكون يملون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا في علمه ولم تما يأيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن بها وربك أعلم من مفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يضرع الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يضرعون ويوم يحشون كأن لم ينبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كاننا مهتدين وإما نبينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجر منه المجرمون أثم إذا ما وضع آمنتم بها آلآن وقد كنتم به تستعجعون أهل آن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الفلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن الملك لنفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسعوا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يؤلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجع يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير إنما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلكم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تختارون قل آه الله أذن لكم أم على الله تختارون وما ظن الذين يختارون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزه عن ربك من مثقال ذوة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وإن نهارا مصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولنا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندك لكم من سلطاهم بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد منها كانوا يكفرون واتلوا عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشوشاكم ثم لا يكون أمركم عليكم حمدة من ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تؤذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجو إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه الخلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده يرسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كاروا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحح مبين قال موسى أتقلون للحق لما جاءكم أتقلون للحق لما جاءكم أتقلون للحق لما جاءكم وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما من مؤمنين وقال فرعون أبني بكل ساحل عليم فلما جاء السحوة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحوة إن الله سيفضله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن ليوسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا لرحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدنيا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوة فاستقيما فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجوده بريا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أهل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أهل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببذنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوكنا بني إسرائيلا بواء صدقه ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فمختلفا حتى جاءهم العلم إن إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شجع مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمنوا في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل النبس على الذين لا يعرفون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما أغني الآيات ومن نذروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا بأيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معهم من المنتظرين ثم نندي أرسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شيء من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حيفا ولا تكذن من المشرجين ولا تدعون من دون الله ما لا ينفعك ولا يضعك فإن فعنك فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك لخير فلا رود لفضله يصيب به من يشاء من عبادها وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءوا الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين